وفيه بقى اعراض مصاحبة ممكن صوته يتغير وعندي صعوبة في البلع طبعا طبعا كده بقى بقى فيه موضوع يعني فيه موضوع وفيه لابد من الكشف بس هو طبعا المشكلة دلوقتي ان الناس بقت بتشخص الامراض من على النت واي واحد صوته يتغير شوية وقال لك انا عندي ورم والكلام ده طبعا لا مفيش داعي للكلام لأ 99% من المشاكل بتكون مش كده مشاكل بسيطة اه بتقني يعني معظم الحالات طيب ايه العوامل اللي بتقدي لزور المشاكل دي وهل نقدر نتقيها او نقدر نمنعها يعني عوامل في شغلنا في استعمالنا لصوتنا في الانفيرومنت في الجو اللي حوالينا في الهوى اللي بنتنفسه طبعا اهم حاجة في الهوى اللي بنتنفسه لان دي المثيرات او الارتنس او الحاجات اللي بتتعب الحنجرة في الهوى لان ده العضو اللي بيمشي فيه الهوى ايوا فالتدخين والتلوس دي نمرة واحد التدخين والتلوس طبعا تدخين نمرة واحد تلوس نمرة اتنين وبعدين امراض المعدة وارتجاع المريء لان المعدة لما بيحصل الارتجاع في الحامض بتعمل الالتهابات في منطقة الحنجرة والبلعوم والحلق فارتجاع المريء من اهم اسباب مشاكل الصوت والحنجرة الحساسية الحساسية دي بتبدأ في الجهاز التنفسي من اول الانف لغاية الصدر ماشي على كل طبعا اللي عنده حساسية في الصدر غالبا بيكون عنده حساسية في الحنجرة وفي الانف فدي بتتعب الصوت وبتتعب الحنجرة عموما طيب الناس بتتعمل صوتها بشكل سيء سوء استعمال الصوت يعني مدرس بيزعى ام بتزعى في البيت اب بيزعى في البيت الزعقات المفاجأة دي ايه اللي بيحصل في الحنجرة؟ هي اما مفاجأة او على المدى الطويل تكرار اه تكرار يعني في الزوائد مثلا بتطلع على حبال الصوتية اسمها في الكتاب كده تيتشرز نوت يعني بتيجي للمدرس او سينجرز نوت بتيجي للمغني او بتيجي للبيع اللي طوله النهار عمالي يزعى ويندع على البضاعة بتاعته فبيجهد الصوت فالأحبال الصوتية ما بتخبط في بعض الجامد بيطلع فيها نتوءات فسوء استعمال صوتية ممكن يحصل بقى من استعمال مفاجأ يعني واحد في موتش الكورة راح مسرخ ويجي يقولك أنا الصوت راح بقاله اسبوع فبيحصل نزيف في حتة نزيف واصابة مباشرة اصابة شديدة شوية يحصل نزيف في حتة تعمل تجلط او تعمل لحمية همعرف